موسيقى 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 تكون أمراض جينية و 80% من هذه الحالات الأمراض الجينية تكون عندها علاقة بين نفس المراض تكون حملها الأم و حمله الأب هذه الأمراض كيف تتصاب بهم الإنسان؟ الوقاية هي بأننا خص قبل أن نزوجوا نوجدوا الأطفال دينا نحاولوا ما قد إمكان تفادوا الزواج من العائلة اللي هو مش يعيبه لها حرام ولكن حتى الديانات كانت تنهى عليه لأنها كان مشكلة للأطفال أن 32 سنة ديال الطب اختصاصي في الأمراض العصابية كل نهارة نشوفهم مع الأسف حالة خطيرة عند أطفال وأمراض نادرة ولكن كانت تعطينا بزرع إعاقة و 80% يكون الزواج من العائلة تاني حاجة بأنه إلا كان واحد عاها ولا واحد مرض معروف في واحد عائلة إلا أكثر من واحد ولا جوج ولا كان ذلك مرض معروف جيني قبل أن نجوجهم الأحسن نشوفه الطبيب اللي كان يدين له ولا خمسين في المئة ولا خمسة وعشرين في المئة ولا ما كينش مشكل ولا كي يجيغل الأولاد ولا كي يجيغل الأبنات إذا قبل ما يكون الزواج من الأحسن الكوب اللي يمشي يشوف الطبيب باش يعرف راسه علاش داخل وإلا كانت واحد بحال لي قلت لك كمتان عائلة عندهم ثلاثة أو بعض الأطفال ما تيسمعوش من الأحسن تفادوا الزواج من العائلة لأننا نعرفوا بأن الأطفال ديالنا يقدروا يخرجوا بحالهم واش الأدوية ديالهم كينة في المغرب الرخيصة ولا غالية الحد الآن مازال ولكن كين بزرد الأمراض الدابة اللي داخل الدوا كان أمراض اللي مخودين كيخلصوا عليهم مثلاً اللي عندهم اللامنتويل ديالليفار ولا بعد السنسس كينين بدأوا غيرهما أدوية مكلفة ولكن إلا كان جبناء الطفل مع الطال وبدأه ديك بحال يقول تعدابة اللي بغاليزي الشلال ما تبقاش يعطينا النتيجة تنخسروا الدواء الأولو نسولوا على تكلفة ديال العلاج كان تكلفة كينة كينة أغلاد دوا في العالم هو ديال الأمراض اللي وجد المليار كان اللي خسوة 8 مليون في الشهر كان اللي 80 مليون في الشهر إذن كان على حساب الأمراض وعلى حساب الأدوية ولكن هي مكلفة ومكلفة بسف كونسي جينيتيك الآن في أمريكا والدول الرقية عندما تقول الطفل يحيد واحد شوية ديال الدم وتيقول لك والدك غير يقدر يجير كونسيغ ديال هاد الأوض ويقدر يجير السكار يقدر يكون عنده هاد المرض وكتبعو من الخلوق حنا عدنا المشكلة لهاد الأمراض أنا بحالي قلت مليكون عندنا زواج من العائلة مليكونوا حقلات عائلية نقلسو ونهضرو ونشوفو واش يمكن نتفاداوه ولله وليما كانش نتفاداو كان مشو نشوفوه طبيب كعطانا كونسي جينيتيك وملي كيتو تحمل السيدة تماكن تبعوها تنشوف واش حاملين هاد الأمراض ولله باش غير كيتوت الطافل كتتاخده بالإنها